موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من تعلم معامنا اليوم سنبدأ درس آخر من دروس اللغة العربية المتعلق بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي سنرى حرف جديد وهو حرف اللام حرف اللام فنقوا جميع مع الدرس كيفما العادة سنحاول نكتشف ونتعرف على حرف اللام إذن عندنا أول نشاط أكتشف وأتعرف سوف نكتشف ونتعرف على حرف اللام هو هذا حرف اللام إذن السؤال الأول عندنا أرفع يدي إذا سمعت صوت حرف اللام أرفع يدي إذا سمعت صوت حرف اللام عندنا ثلاث صور سنحاول نقرأ الاسم ديال كل صورة ونشوفوا واش سمعنا حرف اللام أو لم نسمعناش إذن هنا سنحاول نركز على السماع فنبدأ مع أول صورة صورة الأولى حجلن 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 هل سمعنا صوت حرف اللام؟ حجلن نعم سمعنا صوت حرف اللام في آخر الكلمة والكتابة ديالاسم اسم حجلن ستكون بهذا الشكل حجلن حجلن إذن هناك صوت حرف اللام في هذه الحالة سنرفع الإيد ديالنا ثلاث صورة الثانية عندنا نعامة 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 هل سمعنا صوت حرف اللام؟ نعامة لا ما سمعناهاش والكتابة ديالنا عامة غدي تكون بهذا الشكل نعامة إذن ما كينش حرف اللام نعامة فهذه الحالة ما غديش نرفعه الإيد ديالنا صورة الثالثة عندنا لقلاق 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 هل سمعنا صوت حرف اللام؟ في لقلاق نعم سمعناه وسمعناه جوش ديال المرات لقلاق كتابة لقلاق كتكون بهذا الشكل لقلاق غدي نرفع الإيد ديالنا لأننا نسمعنا صوت حرف اللام لقلاق قراءة الكلمات عندنا حجل حجل نعامة نعامة لقلاق 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 حجل نعمة لقلاق عنا للسؤال الثاني عندنا أقرأ واتعرف أشكال حرف اللام إذاً غد نقرأ وغد نتعرف أشكال حرف اللام يعني حرف اللام من اللي يكون في أول الكلمة من اللي يكون في وسط الكلمة ومن اللي يكون في آخر الكلمة سنرى الشكل الحرف اللام من اللي يكون في الأول في الوسط وفي آخر الكلمة الحرف في أول الكلمة حرف اللام في أول الكلمة عندنا الكلمة الأولى والكلمة الثانية نبدأ بالكلمة الأولى الحرف الأول عندنا حرف اللام عنده كسرة لي عندنا المقطع الثاني حرف السين عنده مد بالألف غد نقروه سا وعندنا حرف النون عنده تنوين بالضم غد نقروه نن إذن نجمع المقاطع لسا نن لسان لسان نحاول نركزه في حرف اللام اللي جنا في أول الكلمة نشوفه كيفاش تكتب حرف اللام هو باللون الأحمر عنده الكسرة كتبه بهذا الشكل حرف اللام في أول الكلمة يكتب بهذا الشكل هنا الكلمة الثانية عندنا المقطع الأول حرف اللام عنده فتحة عندنا المقطع الثاني حرف الباء عنده كسرة بي 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 وعندنا المقطع الأخير حرف السين عنده فتحة سا 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 نحاول نجمع المقاطع لا بي سا لا بي سا لا بي سا لا بي سا نركزه مزيان في حرف اللام اللي هو باللون الأحمر في أول الكلمة كتبه بهذا الشكل حرف اللام في أول الكلمة يكتب بهذا الشكل عندنا الحرف في وسط الكلمة حرف اللام في وسط الكلمة الكلمة الأولى المقطع الأول حرف السين عنده ضمة سو 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 عندنا حرف اللام عنده شدة وعنده فتحة ل ل سلة سلة وعندنا المقطع الأخير حرف الميم عنده تنوين بالضم من من إذن نجمع المقاطع سو ل من سو ل من سو ل من نركزه مزيان في حرف اللام جانا في وسط الكلمة هو بالأحمر فالكتابة دياله كانت بهذا الشكل شدلينة في حرف السين وأيضا شدلينة في حرف الميم إذن حرف اللام في وسط الكلمة يكتب بهذا الشكل نشوفوا ده بالكلمة الثانية عندنا المقطع الأول حرف السين عنده مد بالألف غد نقروه سا 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 عندنا حرف اللام عنده كسرة لي 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 وعندنا حرف الميم عنده تنوين بالضم من 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 نحاولو نجمع المقاطع سا لي من 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 نركزه مزيان في حرف اللام جانا في وسط الكلمة ولكن مختلف على حرف اللام الأول حرف اللام كتبة بهذا الشكل علاش لأن اللي قبل منه حرف الألف وحرف الألف من الحروف الرافصة لما كتقبلش تشد في أي حرف إلا كان من بعد منها لهذا حرف الألف ما متشي الإيد ديالو وحرف اللام أيضا ما متشي الإيد ديالو وتكتب بحلاء اللهو في أول الكلمة هنا حرف اللام يكتب بهذا الشكل حرف اللام سالم حرف اللام الحالة الثالثة من اللي كيكون الحرف في آخر الكلمة حرف اللام في آخر الكلمة الكلمة الأولى عندنا المقطع الأول حرف الباء عنده ضم بو وعندنا حرف اللام هنا جانا في وسط الكلمة عنده سكون إذن غدي نقرأه مع المقطع أولا مع الحرف اللي قبل منه بل عندنا حرف الباء عنده ضمة بو وعندنا حرف اللام جانا في آخر الكلمة عنده تنوين بالضم غادي نقروه لن بل بو بل بل إذن حرف اللام اللي بالأحمر جانا في آخر الكلمة وكتبناه بهذا الشكل حرف اللام إذا تكتب بهذا الشكل كيدل على أنه هو آخر حرف في الكلمة نشوفوا دبا الكلمة الثانية عندنا حرف الراء عنده كسرة ري عندنا حرف الميم عنده مد بالألف ما وعندنا حرف اللام في آخر الكلمة عنده تنوين بالضم لن لن نجمعوا المقاطع ري ما لن ري ما لن ري ما لن ري ما لن حرف اللام في آخر الكلمة كتبه بهذا الشكل ما كيشبهش الحرف اللام الأول علاش لأنه قبل منه حرف الألف وكيف ما اعتدينا حرف الألف من الحروف الرافيصة لما كتقبلش تشط في الحروف من بعد منها لهذا حرف اللام بعد شوية من حرف الألف عدا كتبناه ري ما لن ري ما لن ري ما الكلمات لسان 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 لبس لبس سلم سلم سالم سالم بلبل رمال لسان سلم سالم بلبل رمال وبهذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة اليوم التي اكتشفنا فيها وتعرفنا فيها على حرف اللام حرف اللام كانت منها انكم تعودوا الحلقة بزرد المرات حتى تتمكنوا من معرفة هذا الحرف ومبقى لي الا انشكركم على حسن تتبع والمشاهدة شكرا لكم بزاف والى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله بسلامه موسيقى موسيقى موسيقى